السلام عليكم جميعاً وأهلاً ومرحباً بكم وأهلاً بك يا وفاء وعليكم السلام أستاذنا الكبير وكاتبنا الكبير كاتب المصريات ومؤرخنا المصري بسام الشماع مرة تانية رجعت لكم بالمعلومات الأثرية والقصص والحكايات الموثقة عن حضرتنا العظيمة حضرتنا اللي علمت العالم حضرتنا يا وفاء اللي ما زالت لحد دلوقتي بتفاجئنا كلنا بتفاجئ الناس اللي بتقرأ بقالها سنين في التاريخ وبالتالي بتأكد الجملة والعبارة اللي احنا قلناها بلكده أكتر من مرة هو عاك تفتكر أن انت عرفت كل حاجة هو عاك تفتكر أن انت عرفت كل المعلومات عن أجدادنا العظام لأن من الواضح أن أجدادنا العظامية وفاء عندهم عادة بأن هم يفجرون كل شوية مفاجأة تاريخية النهاردة جايب لكم مفاجآت وقصص في منتهى العجب ولكنها موثقة وحقيقية جدا يلا بينا في رحلة أخرى من رحلات السرديب التاريخية الأنهار الأثرية الجميلة لحضارة مصر العظيمة وبصحبة مؤرخنا المصري وكاتب المصريات بسام الشماية حنروح الكاب ومن بسام حنعرف فين الكاب وأهمية الكاب يا بسام الكاب ألف لام كاف ألف باء زي ما هي مشهورة بمقابر ناس عظيمة جدا في مصر القديمة ومجتمعات في عصر الأسرات ولكن منطقة الكاب اللي هي نخب زمان اشتارت بأن كان فيها مجتمعات مصرية عاشت فيها حتى في عصور ما قبل التاريخ ما قبل التاريخ يعني قبل حوالي تلات تلاف ومتين تلات تلاف وتلتمية قبل الميلاد يعني قبل توحيد القطرين يعني قبل كمان اختراع الهيروغليفية اللي احنا بنشوفها معتادة في المقابر أو منحوط على جدران المعابد منطقة الكاب الأثرية المهمة جدا تاريخيا عندنا في مصر في الصعيد العظيم والكاب بالمناسبة بتتكتب ألف لام كاف ألف باء يعني زي الكاب كده اللي احنا بنلبسه ولكن على رأسنا ولكن الكاب هنا ما بقتش كاب بقى على الرأس ده تاج مرصع بكثير من اليقوت واللقلق التاريخي والآثار الكاب ديت زمان خالص يا جماعة كان اسمها نخب نخب نون خاء باء بالمصرية القديمة بالهيروغليفية كان اسمها نخب نخب ديت يا جماعة منطقة غاية في الأهمية التاريخية بتقع على البر الشرقي لنهر النيل جنوب الأقصر وهي مشهورة بمقابرها البنحوتة في الجبل السخري فين الكاب؟ هي بتقع بين مدينة إدفو الشهيرة بمعبدها المشهور معبد إدفو ومدينة إسنى اللي مشهورة بهويسين في نهر النيل وأيضا ببقايا معبد رهيب جدا في إسنى في جنوب مصر الكاب بقى دي يا جماعة اللي بنتكلم عليها النهاردة بتقع حوالي اتنين وتلاتين كيلو متر جنوب إسنى وهي كمان في مصر القديمة كانت مدينة النصر المقدسة بجانب كل هذه الأشياء المهمة وفاء إيه الجديد بالنسبة للكاب؟ نقوش على سخور في الكاب ده اكتشاف جديد هنعرفهم بس سام من كم يوم اكتشف علماء كانوا بيشتغلوا هناك اكتشفوا اكتشاف عجيب جدا يا وفاء اكتشفوا نقوش قديمة جدا على السخور بتاعة الكاب طيب حد حيقول لي طب يا عم بس سام ما احنا عارفين انه يوجد نقوش قديمة جدا منحوطة على السخور في الكاب وعمة في اماكن اخرى كتيرة ايه الشيء المميز بتاع الاكتشاف دوت الاكتشاف دوت يا جماعة هز فكرة كتابة التاريخ لان احنا تملكنا بنقول كل اكتشاف بيحصل بيعيد او بيضيف فصل من فصول تاريخنا الهيروغليفيات اللي اكتشفوها اكتشفوها ووقفوا قدامها مصدومين مفاجأة كبيرة غير متوقعة حتى ان عالم الاثار الاجنبي اللي كان شغال مع البعثات ومع الناس اللي بتشتغل قال جملة عجيبة جدا ايه اللي ممكن يكون في الاكتشافات الاثرية صادم لعالم اثار كبير ده نعرفه حيلا من بسام عالم الاثار كولين دارنل قال كان صادما تماما لي هي دي الجملة اللي انا نقيتها من كلامه لان جملة زي دي مع عالم اثار شهير او عالم اثار شغال يعني المفروض ان هو شاف هيروغليفيات قبل كده وشاف منقوشات وشاف مخربشات يسموها كده يعني ساعات هيروغليفيات لما تبقى مش واضحة اوي لكن هو شاف حاجات كتيرة فايه اللي خليه يقول الجملة دية اللي خليه يقول كان صادما تماما لي عندما فوجئ بالكشف الاثري اللي هام دوت ما كانش متوقعه لما بدأ العمل في بعثة الكشف والتنقيب والدراسة في الكاب فيه مطحف يا جماعة مشهور ومطحف اسمه يال بيوزيم وده اشترك مع متاحة في الفن والتاريخ الملكية ببروسلز واشتركوا الاتنين معا كده في بيعت التنقيب الاثرية في مدينة الكاب العديمة ونجح الاتنين في الكشف عن نقوش سخرية لم تكن معروفة من قبل يبقى دي اول حاجة يخلي هذا الكشف اكتشاف مهم كانش معروف من قبل يعني كل الخبرات اللي كانت بتشتغل في البيعثة ديت ما شافوش حاجة زي كده ما شافوش هزي النقوش قبل كده وده يدل على طول على اهمية الكشف تاني حاجة اتفقنا ان هي كانت في الكاب والكاب لا اهميتها التاريخي تالت حاجة الهيروليفيات الاثرية ترجع لحوالي خمس تلاف ومئتين سنة مضت ده حسب موقع يال نيوز وايه اتفقنا ان يال ميوزيم كان من ضمن او مطحف كان من ضمن المشتركين في هذه البعثة الاثرية وتبقى لتصريح بروفيسور اسمه جون كولمن دارنل اه قال ان النقوش المكتشفة حديثا ديت لم يتم تسجيلها من قبل من عندي يعني بييد اي بعثة اخرى والعلامات المكتشفة كبيرة يبقى هو لاحظ العلماء الاثر لاحظوا ان الهيروليفيات دي كبيرة في الحجم او بتمد بالادلة على كيف المصري القديم ابتكر اه نظامه اه المتفرد المتميز بتاع الكتابة يبقى هنا احنا امام اكتشاف ربما من الكلام ده نستطيع ان نتفهم ونفهم ونستوعب ان الهيروليفيات والنقوش ديت ربما تكون هي بدايات الهيروليفية هنا بقى لازم نعمل وقفة اثرية حضرية كبيرة لو نقوش الكاب حسب ما احنا استشفينا من كلام العلماء ان النقوش دي قديمة جدا والنقوش دي كبيرة جدا والنقوش ديت من سنها ومن زمنها القديم ده ممكن جدا تمدنا بالادلة عشان نعرف ازاي المصري القديم ابتكر النظام المتفرد بتاعه بتاع الكتابة بالرموز اللي احنا بنسميه الهيروليفية من ضمن النحوتات كان نحت لراس طور اه محدود على عمود قصير كده اه ايضا اه طائرين بمنقرين بيطلق على التيور ديت كمان في طائر اه منحوط اللي هو اللي احنا بنسميه ابي منجل اللي هو بيطلق عليه الايبس وطبعا ابي منجل ده له باع كبير في الاسطورة اه المصرية القديمة وطائر ابي منجل اه لما ذكروا لما ذكروا النحت ده والنقش ده اكتشفوا ان هو طائر ابي منجل الاقرع اه ده من واضح من النقش وده يندل على شيء فان هو يدل على ان المصري اللي نحت هذا الطائر كان يعلم لقد رأى تعامل مع ابي منجل علشان يرسمه ابي منجل الاقرع اه يبقى هنا بنتكلم على علماء بيئة في مصر القديمة بقى لو انت عايز تسميهم اه بيرد دلوقتي فيه منزمات في العالم كله وفاة ازا ما انت عارفة لمشاهدة الطيور بيسافروا بلاد وبياخدوا معاهم الاجهزة المقربة والعدسات المقربة عشان يشوفوا الطيور المهاجرة ويشوفوا الطيور الاصلية بتاعت البلد ويدرسوها ويذاكروها اه يبقى المصر القديم هو من اوائل البشر في تاريخ العالم اللي درس الطيور وعرف ان ده ابي منجل الاقرع ونقشه اه في هذا النقش العجيب في منطقة الكاب دي مش اول نقوش قديمة جدا تبان على صخور منطقة الكاب ولكن حجمها الكبير وموقعها المتميز وكمان الاشياء المتفردة اللي انا شرحتها لكم بيخلي هذا الكشف على درجة كبيرة جدا من الاهمية وزي ما بيقترح العالم الاثاري ان من الممكن ان تكون نقوش راس الطيور والطيور هي بداية واصل لما جاء بعد ذلك في نقوش مصرية قديمة واكتشاف اخر مهم في منطقة الكاب اخيرا بقى واللي انا يعني حبيت اوي اه ان انا اتكلم عليه وفاء هو اكتشاف اخر مهم اه في منطقة الكاب هو منظر لمجموعة من الافيال همنتكلم على الكاب قلتلكم هي بتقع فين يبقى الناس دي شافت افيال اللي نحت مجموعة من الافيال يعني شافها شاف افيال ماشية يعني اه بالتالي فاذا هو بيحط بينقش على الجدران ما رأاه في الطبيعة هل بقى لها رمزية ملكية هل لها رمزية مقدسة دينية اسطورية في مصر القديمة اه هل لها علاقة باللغة هل لها علاقة بالنقوش والفن اه كل ده اه يتحط فيه قائمة الربما لكن اللي انا شفته بقى لزيز في منظر المجموعة من الافيال واللي قاله ان هي بترجع ما بين اربع تلاف الى تلات تلاف وخمسمية سنة قبل الميلاد يعني زود كمان الالفين سنة بتوعن بتوعن بعد الميلاد دول الالفين وسبعة سبعتاشر عشان تكمل العدد بقى فده يديلك عمق غير طبيعي يعني اربع تلاف زود قبل الميلاد زود عليها الالفين وسبعتاشر هنتكلم على منظر من ست تلاف وي سنة متخيلين لمجموعة من الافيال في منظر بيبين فيلة يعني انثى الفيل وده احنا عرفناه او انا استشفيته من شرح العلماء للمنظر لان هما بيقولوا ان الفيل اللي في المنظر ده اللي نحته المصر القديم جدا ده لقوا ان هو ناحت كمان ناقش لفيل صغير جوه الفيل وكأنه بيحاول يقول لنا من وجهة نظر متواضعة ومن وجهة نظره طبعا ربما يكون هذا هو المقصود من وجهة نظر العلماء ايضا ان ممكن جدا يحاول يقول لنا ان ده بيبي او ده جنين او ده فيل صغير جوه بطنها لو النظرية دي صحت يعني مش عايز اقول لكم قد ايه ده ممكن يحول الفكر بتاع علم الحيوان وعلم الاجنة والطب والتشريح الحيواني في العالم صح ولا مس صح احنا هنا بنتكلم على منظر من ستة لاف وي سنة بيحاول فيه النقاش بيحاول فيه الفنان بيحاول فيه هذا المصر العظيم ان هو يقول لنا ان هذه انثى الفيل حامل وفي بيبي جواه فراح راسم او ناقش الفيل الصغير جوه الفيلة الكبيرة وده اللي فسروا عالم الاثار اللي هو درنال اه بانها طريقة نادرة جدا لازهار انثى الفيل وهي اه حامل ده اكتشاف رهيب يا جماعة شفتم حضرتكم عظيما زي